وكده يكون خلصت أخبارنا داخل جدان هذه الآلة خلينا نروح للأخبار المحلية هنبتديها بالرماية بالنسبة بعد الفقرة أو بعد الفاصل اللي جاي إن شاء الله يكون معايا ضيفي الكابتن طبعا أو اللواء حازم حسني رئيس اتحاد الرماية والخبر ده كمان ليه علاقة بالرماية رئيس الاتحاد الدولي للرماية صرح وقال مصر قادرة على صدافة أولمبيات 2036 وتمتلك أفضل ميادين العالم وده الكلام اللي احنا قلناه في الانترو الرئيس الروسي فلادامير ليسن رئيس الاتحاد الدولي للرماية أكد أن مصر قادرة على صدافة أولمبيات 2036 وده بعد اللي شافه من منشآت موجودة على أرض مصر في الفترة اللي فات رئيس اتحاد الدولي للرماية قال أنه سعيد جدا وراضي عن تنظيم مصر لبطولة العالم للرماية المسدس والبندقية واللي صدافتها مصر أو صدافتها مصر الدولية أو مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبيات بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة وأكد رئيس الاتحاد الدولي أن مصر دلوقتي عندها مدينة أولمبية على أعلى مستوى وأحسن ميادين وأعلى ميادين في العالم وقال أنه دايما كان بيحلس عزارات مصر خصوصا الأهرامات والأسر والمتاحف والمعابد الفرعونية والحقيقة دي تصريح نعتز به جدا وخلينا أقول لكم أنه في الأول والآخر بيحصل تصويت رؤساء الاتحادات غالبا الدوليين بيكونوا أعضاء في اللجنة أولمبية الدولية وفي الآخر بيحصل تصويت فلما يصرح بحاجة زي كده بأكيد لو الموضوع اتطرحوا هذا يعني في وجود رئيس الاتحاد الدولي الرماية أكيد هيصوت لمصر باستضافة 2036 وثلاثين